الرب يبارككم ويحفظكم جميعاً أخواني وخواتي الأعزاء تابعونا الساعة الثامنة والنصف اليوم الاثنين من منصة الزوم نكمل معكم مناقشات كتاب كلمتك هي عصاك للمفكرة الرائعة فلورنس سكوفل شين نقول التالي لكي تنجح في تحقيق الأهداف فعليك التناغم والاتحاد مع القوانين الكونين لاحظ عندما نقول أن الكون هو كون الذكاء وكون يريد لك السعادة وهذا الكون هو فيك يحفزك باستمرار باتجاه الإبداع نسألك سؤال هنا سؤالنا هو أنت كيف تنظر إلى هذا الكلام عندما تقرأه نقصد كيف تحس به ففكرة أنك كيف تعيشه وكيف تحسه فهذا هو المهم ماذا نقصد من هذا نقصد أنك تقرأ الكلام كلام أن الكون هو كون الذكاء وكون يريد لك السعادة وهذا الكون هو فيك يحفزك باستمرار باتجاه الإبداع لكن من الممكن أن قراءتك له تنبع من حواسك الخمسة الضعيفة في فهم الكون نقول نعم أنت تقرأه الآن لكنك تقرأه من الفكر المادي الشخص الذي يعيش الحواس الخمسة هو من المحتمل أنه يدرس علوم المتافيزيكس ولا يكترث أو لا تهمه الفلسفة الكونية بل هو فقط يفكر ويريد أن يقتنص من الكون هدف معين مثل المال على سبيل المثال هو يقرأ حول الروحانيات من نقطة الفكر المادي فهو يريد أن يقفز إلى هذا الكون من أجل أن يقتنص مال أو فرصة عمل أو أي هدف آخر وأغلب المحاولات هنا ممكن لا تنجح لأنها تتحول إلى تجارة أو مصلحة مع الكون ولهذا فقوانين التجاذب تفشر لأنها تتحول إلى تجارة فالشخص يقرأ حول علوم تحقيق الأهداف من أجل أن يقتنص الكون هو ليس كون اقتناصي بل هو كون اتحادي نقول إنك لا تستطيع أن تتحد مع القوانين الكونية وأنت تقرأها من الأحاسيس الخمسة أي من الفكر المادي المحدود لا تستطيع أن تنتقل إلى ترددات الخلود وأنت تعيش وتفكر من مكان أو نقطة الغير خلود وهنا ربما أن تتسأل كيف إذن أتحد مع الكون الأبدي وبصورة صحيحة؟ تتسأل كيف أعيش الاتحاد الروحاني الحقيقي؟ الجواب تعيش بفكر الاتحاد ذاته تطور تجربة قراءة الكلمة والعيش في عالمها فقوة الكلمة هي التي تنقلك إلى الخلود تعيش الكلمة المطلقة الكلمة الأبدية الخالدة ومع الكلمة يأتي أيضا وعي الإيمان بها الكلمة تكون ضعيفة إذا كان الإيمان بها ضعيفا وربما تتسأل أيضا كيف تقوي إيمانك بالكلمة إذن؟ الجواب بالتجربة وبالمحاولة وبالفهم والتأمل والتفكير سؤال آخر لك هل تستطيع أن تسبح مع التماسيح بمجرد أنك تقول أنا ضوء الكون؟ أعيش القوة الكونية الأبدية؟ نجد هنا أن الإيمان بهذه الكلمات ممكن يكون ضعيفا فعندما تتقابل مع التماسيح تبدأ تشعر بالخوف وممكن ترفض حتى فكرة السباحة مع التماسيح إذن أين ذهبت قوة الكلمة في هذه الحالة في نموذج السباحة مع التماسيح؟ هنا نجد في حالة مثال السباحة مع التماسيح فأنت تحتاج التعلم والتجربة واكتساب الخبرة أنت تحتاج أن تقوم بالتعلم أولاً بإطعام التماسيح وتراها وتراقبها من بعد أنت تحتاج أن يكون برفقتك معلم خبير بها ويكون هذا المعلم معك باستمرار يوضح لك سلوكها وطريقة التعامل معها وتتدرب معه على فهم الطرق للسباحة مع هذه التماسيح وشيان فشيان فعندما تتعود على فهمها والتعايش مع العالم الحيواني تجد نفسك بعد فترة تسبح معها علوم تحقيق الأهداف تعتمد أيضاً على مقدار فهم هذه العلوم وتطوير مهارة الإيمان بالكلمة عن طريق تكرار الكلمة وتجربة الشعور بها باستمرار ليس من أجل مصلحة أنك تقتنص من الكون شيء بل من أجل أن تتحد مع هذا الكون يجب أن تقوم بالتجربة وكرر يجب أن تقرأ هذه العلوم ليس من المصلحة بل من أجل الفهم تقرأ هذه العلوم من أجل زيادة حكمتك تسأل الكون أن يملأك بالحكمة هل تستطيع عندما تنهض صباحاً ترى أنك أنت الأجار وأنت البحار والجبال والأرض وأنت النجوم فهل تستطيع بناء هذا الوعي؟ هل تستطيع أن ترى نفسك أنك ضوء كوني بحجم التريليونات المجرات الكونية؟ تحتاج أن تجرب وتجرب وتجرب تحتاج أن تفهم وتفهم وتفهم فمن الفهم فأهدافك تتحقق الوضحة الفكرة لأن الفهم يقوم بتقوية الإيمان وتقوية الإيمان يقوم بتقوية الكلمة ويجعلها فعالة في تحقيق المعجزات تابعونا